السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وقطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير حتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة بإذن الله تعالى قدر الإمكان ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهور عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك مع الأغدف الاعتبار أن الصفحة غير مخصصة لكي نقوم بالتشخيص وبالتالي لا داعي لإرسال لا صور تحليل ولا صور أشعات ولا لكي نكتب علاج محددا لحالة حالة معينة فهذا يخالف قواعد الطب فالطب يرى والمريض يناظر وما تقدمه الصفحة وما نقدمه في هذا البرنامج هي نصائح عامة قد تفيد جيدا إذا كان من قام بالتشخيص قام بتشخيص صحيح وقد لا تفيد على الإطلاق إذا كانت المعلومات المعطاة لنا معلومات غير دقيقة ونرجو من الله أن يجعلنا دائما محل فائدة لحضراتكم في الحلقات السابقة اتكلمت لحضراتكم على التأثيرات السلبية للبدرة التي توضع على أيدي الجراحين وتطورت منها أن البدرة دي دخلها إلى البطن بيعمل التساقات وهي واحد من أسباب الالتساقات وقلت أن البدرة دخلها إلى الحوض قد يحدث أورام غير حميدة في الحوض وأورام المبيض وقلنا أن تبقى طفلة عمرها سبع تمن عشر سنين وأهلها بيحطوا لها بودرة تلك بين فغدها فقطرات من هذه البدرة تدخل إلى المهبل بطريقة ما وتصعد لتصل إلى تجويف البريتون وإذا احتوت على مادة الأسبستوس فهي تعمل تهيج للغشاء البريتوني وللخلايا السطحية للمبيض وهذا ما قد يؤدي إلى أن حطت بودرة تلك في عمر عشر سنين فيجي لها في عمر ستين سبعين سنة سرطان المبيض وهو واحد من الأسباب المشهورة لسرطانات المبيض وقلت لحضراتكم أنه في شركة شهيرة تم تغرمها مئات الملايين من الدولارات لأن المحكمة أثبتت أن بعض منتجاتها تحتوي على مادة الأسبستوس وأنها كانت السبب في إصابة بعض السيدات بسرطانات المبيض وبسرطانات الغشاء البريتوني لتجويف الحوض وتنفي الشركة بائما وفروعها الإقليمية في كل مكان في العالم أن منتجاتها تحتوي على هذه البودرة وقلت لحضراتكم حاجب لكم الخبر فالخبر معانا على الشاشة نعرض الخبر المكتوب قبل الصور طبعا أنا شلت اسم الشركة وشلت اللوجو بتاعها اللي مكتوب على العلبة علشان ما نبقاش هي ندي فرصة لها أنها ترفع علينا هي قضية لكن الخبر موجود قدام حضراتكم أن منظمة الأغذية والدواء الأمريكية وهي منظمة تعني بصحة الأمريكان وهي من أقوى المنظمات الطبية في أخذ قرار في أي أدوية وهي اللي بناء عليها اتقال أن بعض أدوية الحموضة تحتوي على شوائب قد تؤدي إلى سرطانات فبعض الناس بقوا ملكيين أكتر من الملك وسحبوا الأدوية دي اللي لم تثبت منظمة الصحة والغذاء الأمريكية أنها بتؤدي إلى سرطانات لكن قالت فيه شكوك وبنبحثها لكن بعيدا عن دا الخبر قدام حضراتكم منظمة الصحة والغذاء الأمريكية تتابع منتجات هذه الشركة عن كثب لعلمها أن كل شوية بتقدر تلاقي بعض العبوات تحتوي على مادة الأسبستوس فيها يعني الشركة بتحطها عمدا هو متعمدة تحطها لا هو دا من طرق تصنيع بودر التلك هما بيحاولوا يقللوها قدر الإمكان لتأثرها السلبي أدار قدام حضراتكم أن منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية ضبطت بعض هذه المنتجات مع تحليلها المستمر تحتوي على هذه المادة وقالت أن فيه تشغيل رقم كذا وأرقام كذا وعبوات كذا بتحتوي على مادة الأسبستوس وطالبت الشركة بسحبها من الأسواق وبلغت الأسواق الأمريكية لسحبها قدام حضراتكم ممكن نجيب الصورة التانية دي صورة شهيرة يمكن حضراتكم تعرفوا وتدركوا أنا أقصد إيه هذه الشركة الشهيرة بالمناسبة هذه الشركة شهيرة وليها منتجات عالمية ومعايير شديدة فما بالكم بالشركات الأقل شهرة والأقل انتشارا وخطر استخدام البدرة وتأثرها على الحوض وتجويفه والتساقاته وتهيجه وأورام غير حميدة ممكن نشيل الصورة بقى عشان إيه محدش يمسكها عليه نحن لكن هذا شيء شبه يقيني دخول بدرة تلجي إلى تجويف الحوض له تأثيرات سلبية سواء من ناحية الالتساقات عن طريق البدرة اللي في إيد الجراحين ودي واحد من أسباب أن فتح البطن بيعمل التساقات عكس جراحة المناظير اللي بنقول أنها أقل جراحة إحداثا للتساقات إن لم يكن هي الجراحة التي تزيل ولا تحدث الالتساقات لأن ما فيش جوانتي دخل بطن العيانة لأن ما فيش إكسبوجر بطن العيانة دي ما تفتحتش ما تعرضتش الأمعاء إلى الدراينس إلى الجفاف اللي بيحصل نتيجة لغرفة العمليات اللي فيها تكييف وهوى وطيار هوى وإضاءة قوية كل ده والمانيبيوليشن مسك الأمعاء والأعضاء الأحشاء الداخلية كل ده بيثير تكون للتساقات لكن كمان البدرة اللي قالوا للدكاترة محدش ينفض إيده من البدرة في بطن العيانين طب إحنا كمان محدش يستخدم بدرة لوحدها طب نقلل الجوانتيات نخلي البدرة فيها أقل وكل سنة عملين يخلوها أقل للتأثيرات السلبية وتزامن وأنا بكلم حضراتكم عن ده وجبتلكوا الخبر اللي بيقول أن دي بتحدث التساقات أن هذه العبوات اللي الخبر كان قدام حضراتكم ثابتة بالدليل القاطع أن في عبوات ما زالت تحتوي على الأسبستس وكل شوية تتصرب عبوات تحتوي على هذه المادة رغما عن مقاومتها في العالم كله الكلام ده ما بيحظاش الحقيقة بدعاية كتير حتلاقوا حضراتكم مش عارفين الكلام ده ما وصل لكوش لأن دي شركات عالمية متعددة الاهتمام في العالم كله بتصرف مئات الملايين علشان أخبار زي كده يتم تحجيمها ويتم إزالتها زي ما أنتم عارفين نحن في مرحلة حروب الوسائل التواصل الاجتماعي ففي أخبار مغلوطة وقد يروج لها فيك نيوز وأخبار تانية تبقى صحيحة ويتم التعتيم والتحجيم عليها لأسباب ما لكن أنا جبت لحضراتكم الخبر ومدعما بالصورة ومدعما بقرار منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية متعكم الله دائما بالصحة والعافية ما نريد أن نقوله نهاية أن بضرة التلك تحتوي في بعض الأحيان على مادة الأسبستوس رغما عن النفي المتكرر من الشركات لهذا وهذه المادة وصلها إلى تجويف البطن والحوض يحدث بعض المشاكل التي قد تصل بعيدا عن التساقات وتأثرها على السيدات وفرص الحمد قد تصل إلى مخاطر شديدة ومنها الأورام غير الحميدة لو معنا اتصالات نبتين نستقبل اتصالات بعد إذا حضركم تفضل يا أستاذ عليكم السلام السوط يا جماعة واصل لي أنا بس ما ظنش واصل للناس تفضلوا تفضل يا أستاذ حسين معاك حسين أفن أهلا بيك تفضل معاي المدام بتاعتي ليها 13 يوم دخلت بأستاذ حدول أفن طيب يا فندم هو أخر الثامن وأول التاسع ما يبقاش اسمه طالق مبكر والوقت هي عدد 13 يوم التاسع تولد بقى بغض النظر يعني نعم احنا الدكتور اللي متابعين عنده حضرتك الدكتور اللي متابعين عنده آآ آلو أيوة أنا مسامح حضرتك بس سايبك تتكلم تفضل أي يا فندم الدكتور اللي متابعين عنده حضرتك معاك امتحانات ويجاب دكتور مكانه بديل طيب يا فندم عنده امتحانات لأن الأيام دي امتحانات الماجستير والدكتورات لحد ما الأستاذ بتاعه ييجي ويمسك العيادة ويولده هو تمام هو حالياً مسافر أيو معه انتحانات معه ماجستير هو حالياً مسافر عشان تعرفوا حياة الأطباء طيب يا فندم يعني هو السؤال حضرتك إيه بقى اسألني فأجاو طيب يا فندم هو الدكتور الثاني محدد له على بخرة حيكون ليه 14 يوم دخلت في التاسع حلو جداً وجميل جداً ومدة كافية جداً جداً آه ممتازة لا هو من ناحية الجنين كويس هو طمنا جعل الجنين كويس ما هو قالت الوضع ده ممتاز هو الألم من ناحية الألم مغى الشغال مديها مسكنات مديها حجنة كل 12 ساعة ومديها لزجة تحت السر تمام عشان يهدي انقباضات الرحم إن شاء الله بكرة تروح وتولد وتقوم بالسلام إن شاء الله طب ينفع تقعد تاني فندم طب ينفع تقعد تاني إزاي إذا كان هي مش مستحملة هي مش مستحملة ده لو في أول التاسع وتقول لي ينفع تقعد تاني أقولك لا ما ينفع ولو في آخر أسبوع في التامن ينفع تقعد تاني لا ما فيش ضرورة تمام؟ كده كويس جداً ما تقعدش أكتر من كده وإن شاء الله تولد وتقوم بالسلامة طبعاً دي حياة الأطباء الدكتور اللي بيتبقاها مسافر عنده امتحانات رايح يمتح الماجستير لأن حضراتكم دي فترة امتحانات الماجستير في الجامعات الإقليمية بتبتدي في شهر 11 وإحنا حنبقى الأسبوع الجاي في الأسر العيني وفي جامعة عين شمس الأسر العيني أظن هنبتدي في نص 11 ده من أول شهر 11 الدكترة في شهر 11 وفي آخر 4 و5 دول مرتين الامتحان للماجستير والدكتوراه فحتلاقوا الأطباء بين فريقين فريق لسه لم يحصل على هذه الشهادات فسايب عيادته وسايب حاله وماله وعياله هو رايح يمتحن وولاده يسألوه يقول له بابا عملت ايه في الامتحان دي حياة الأطباء الامتحانات لا تنتهي ومجموعة تانية من الأطباء وهم اللي بيصححوا الامتحان وهم اللي بيمتحنوا الناس فهم كمان مشغولين ومش قادرين يروحوا عياداتهم لين شغالهم في أعمال الامتحان وأعمال الكنترول وهذه هي حياة الأطباء الدكتور ما سابش عيادته جاب دكتور مكانه ربنا يبارك لهم هما الاتنين الدكتور اللي مكانه لقى أن الست في آخر أسبوع بيجي لها طلق ما يعتبرش طلق مبكر أو أن احنا مقولش ولادة مبكرة بعد 33 أسبوع دي التعريفات العالمية أما في مصر فلازم ندخل لستة وتلاتين أسبوع أو أكتر فالراجل في آخر الثامن قال لها لا دي ولادة مبكرة ودها لازقة تحت الجلد عشان النيتروباتش دي تقلل انقباضات الرحم ودها أدوية عشان تحسين الرئة بتاع الطفل وقال لها ندخل التاسع فلما دخلت التاسع ازداد طمعه عشان نقول أن الطفل يبقى سليم تماما لأنه في حتة في أقاليم والحضانات مش متوفرة وكل يوم يعود الطفل في بطن الستة دي يبقى جميل وأحسن بعد ما يعدي أسبوع عشر طيام من الشهر التاسع هذا طفل مكتمل تماما وينزل إن شاء الله يعيط ويسرخ وياخد نفس وإذا كان كمان يقدر يقول بابا وماما هيقول بإذن الله تعالى وده لا يمثل طب أنت تقدر تضمن يا دكتور أن الطفل ده ما يروحش الحضانة لا ما قدرش أضمن بس تقدر أضمن أنه ما يروحش الحضانة لعدم اكتمال الرئة لكن ما فيش طفل مهما كان الدكتور قال ده كويس ومكتمل ووزنه كويس لكن نزل الطفل نفسه سريع دي حاجة لا يمكن التنبؤ بيها نزل لقينا عنده ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وده وارد لقينا مدة الصفرة عنده عالية جدا لقينا عنده نزف بدرجة عالية في حاجات كده لا يمكن التنبؤ بيها قد تحتاج أن الطفل يخش الحضانة لكن احنا بيقول الطفل ده مش هيخش الحضانة لعدم اكتمال الرئة وهي أصعب مشكلة وأهمها لكن مهما كان الطفل مكتمل في 5-17% قد يحتاجوا إلى التحويل إلى عناية مركزة اللي هي قسم الحضانات نتيجة لمشاكل أخرى غير اكتمال الرئة لا يمكن التنبؤ بيها قبل الولاد ان شاء الله ما يحتاجش أي حاجة من ده وتوكلوا على الله وتولد لكن هم عايزين يقولوا مش ممكن تقعد أسبوع كمان يقوم الدكتور اللي بيتابعها يخلص امتحاناته ويجي هو يولدها اصدحنا متطمنين له وعارفينه وامتابعينه ده كده راجل ما شوفناهوش ألا من أسبوعين لها ان شاء الله تقوم بالسلامة ما فيش داعي لده خالص هل معنا اتصال آخر تفضلي يا أسماء ألو أيوة أسماء تفضلي وعليكم السلام إزاي حضرتك يا دكتور الحمد لله أنا يا دكتور متجوزة بجالي 9 سنين ومعي طفل عنده 8 سنين تانية بداي فما حصلش حملة بعديد تاني نهائي ربنا يخلهولك الولادة بتاعته كانت طبيعية ولا قيصرية بالاربع شهور بالخمع شهور أنا والدة قيصرية أيوة والدورة والدة قيصرية والدورة الدورة مش منتظمة يا دكتور بتغيب الأربع شهور بالخمع شهور ومش منتظمة خالص معي فأنا والله يكشف تلاتير وآخر مرة عملت بتحليل هرمون وعملت تحميل طبويت الطبويت طلع عندي طبويت كتير زي ما دكتور قالي بس الطبويت بنفسه صغير حجمه صغير طيب السؤال إيه أسماء عشان الكلام اللي حضرين بتقولي ده كلام لخبط لازم نصححه يعني المفاهيم دي كلها لازم نصححها قولي بقى كده السؤال إيه السؤال يا دكتور إن الدورة مش عايزة انتظم معايا مش بتجيني وما حصلش حاملة تاني بعد ما قولت ابني ده هو محدش قال لحضرتك إن ده اسمه تكيّس مبايض من درجة شديدة محدش نطق الألفاظ دي لا قالولك عندك ضعف كسل المبايض كسلانا شوية ايوة ايوة وقدوني الطبويت وقالولي الطبويت كده هايل وانت ما حصلتيش وما صفتيش والبايضة كبرت وحيحصل حاملة شهر الجاي ده قالوه مرات بس المرة الأخيرة ما قالوش كده لا بس هو قال لي يعني هو ثانيا قال لي في ضعفه في المبايض كسلانا عندك يا فاندم ما فيش حاجة في الطب اسمها ضعف ولا كسلانا ودي ألفاظ أطباء في منطقة في مصر بلاش ننطق عشان هم بيتدايقوا لما بنقول كده وما فيش حاجة في الطب اسمها كده وما فيش حاجة اسمها بقالي 8 سنين الدورة مش منتظمة أم آخر دكتور اللي في آخر 15 شهر هو اللي عمل لي تحليل لأن الدورة هي مرآة الهرمونات فطالما في خلل في الدورة أكيد في خلل في الهرمونات فكان مطلوب تحليل الهرمونات يتعمل من 6-7 سنين فاته تمام؟ وإننا عملناه دلوقتي شيء جميل بس فيه 6 سنين مروا من حياة حضرتك هباء منثورة تمام؟ محدش قال لحضرتك أن وزنك ده هو السبب في المشكلة؟ ولا حدش قال لك خسي؟ أيو قال لك خسي وحضرتك خسيتي؟ حاولت يا دكتور وبعد كده ما نفعت معي تخسيتي والله الاجابة لأ معرفتش أو ما خسيتش الاجابة لأ هسألك كده تاني حضرتك خسيتي؟ آه لا ما خسيت حضرتك خسيتي؟ لا ما اسمقاش معرفتش حضرتك خسيتي؟ لا ما خسيتش وإحنا أقيلن لك أن العلاج إيه؟ آه وحضرتك ما خسديش يبقى ما تعالقتيش تمام؟ طيب خليني أشرح لحضرتك بعد اسمعيني من خلال التلفزيون بعد ذلك حضرتك الجوستي كان وزنك 80 كيلو مثلا فكان مبيضك غير متأثر بوزنك فحدث حمل بسهولة فبعد الحمل أمك وخالتك وعمتك قاعدوا يقولولك كلي وتغزي انت بتاكلي الاثنين المقولة المصرية البعيدة تماما عن أي علم ثم بعد الولادة يا سلام اشربي مغات ووكلي حلوة طحنية عشان تنزلي لبن وادى هذا إلى ان حضرتك زدتي في الوزن زيادة فضيعة فزيادة الوزن أظهرت مش هي اللي عملت أظهرت المرض اللي كنت حضرتك مرشحة لي مرشحة لي يعني ايه يعني ربنا خالق حضرتك من ضمن السيدات اللي عندهم استعداد للمرض ده يظهر السيدات اللي عندهم استعداد للمرض ده يظهر عندهم استعداد جيني ووراثي محدش في العيلة عنده كده ما قلتش ان حد في العيلة ما قلتش ان ورد وراسي يعني يورس قلت فيه استعداد يعني حضرتك اكتسبتي الاستعداد ده من جيناتك وعوامل وراسة اللي اكتسبتيها وانت جنين في بطن أمك وعندكم استعداد وراسي في العائلة للإصابة بالسكر حد في العيلة عنده سكر والعيلة بالمناسبة عكس ما انتوا بتقولوا في الصعيد عيلة الام قصة الام دي مش من العيلة العيلة دي يعني بوي عمي ولد عمي لا العيلة يعني عيلة الام او عيلة القب تمام وحضرتك اظهرتي ده بزيادة في الوزن وزيادتك في الوزن كلها في منطقة البطن والارداف والفخدين فقدى ده ان الدورة بقت كميتها تقل ثم بعد شوية بقت كميتها تقل وتتأخر يوم اتنين ثم زدت في الوزن اكتر فبقت تقل وتتأخر بالاسبوع ثم زدت في الوزن اكتر فبقت تتأخر بالشهر شهر ونص ثم زدت في الوزن اكتر فما بقتش تنزل بالاربع خمس سهور واروح لدكتور ينزلها لي يقول لي الله دي دورة واخده علاج وانتظمت عليه ودي ليست دورة وليست منتظمة وبالتالي صاحب ده تغير في بشرتي وبقت بشرتي دهنية وبقت في حبوب بتظهر في وشي وظهري وكتافي وبقى شعر الراسي بيقع كتير وحدث مع ده تغير في شخصيتي فبقت متعصبة ومتهيجة وهستيرية وادخلل في نومي ونظامه وساعته نعم وادى ده الى ضعف شديد في التبويض والعلاج رقم واحد وهو الاساس الذي بدونه لن ينجح اي علاج هو فقد الوزن وما لم تفقد وزن في اي علاج هو هراء وفلوس مرمية على الارض وتضييع الوقت وجهد ومال وامال واحلام ويجب فقد الوزن وفقد الوزن اقل من 10 كيلو يبقى ما فقدتيش كمان اي حاجة وما لم نفقد وزن هيبقى كل شيء غير مجدي وهذا المرض هو خلال هرموني يكتشف بتحليل الهرمونات وتحليل الهرمونات كان لازم تتعامل منذ سنوات واللي حاول يعمل لخضرتك حضرتك قلتي عملت تحليل الهرمونات وحاولت تحليل طبويض لان حد حاول يدي لخضرتك تنشيط للطبويض ثم قام بقياس هرمون الـ 2 عشان يشوف استجابة المبيض فلاقى هرمون الـ 2 مرتفع جدا بس لما عمل صنار لقى البوايضات كلها صغيرة وهذا اسمه فرط تنشيط وهذه استجابة سيئة نتيجة للدرجة الشديدة من تكيس المبيض وما لم تفقدي وزن فلا علاج وما لم أخذ الدواء اللي اسمه متفورمين اللي اسمه السيدوفاج أو الجلوكوفاج اللي ما بيخسس واللي ما بينزلش الوزن واللي ما بيحرقش الدهون واللي ما بيسيحش واللي ما بيعملش اي حاجة من الوهم اللي بيتقال لحضرتك عن ايه ده واللي حضرتك حتقولي ختيه فحقولك انه أخده غير موكدي ما لم تفقدي وزن ما أنا خدته ما خستش ما هو ما بيخسس ما لم تعملي دول ثم ضبط للهرمونات اللي متلخبطة اللي قالولك كذبا انها كويسة ثم الدرجات الشديدة من تكيس المبيض حتى الكلام اللي بقوله ده لا يكفي قبل اخذ تنشيط للطبويد في خطوات اخرى يعرفها من يملك العلم واستطيع التعامل مع هذه الحالة اما ما قيل لحضرتك ان فيه ضعف وما فيش حاجة اسمها كده ان ده كسل في المبيض ما فيش حاجة اسمها كده ان محدش اصر انك تخسي ما فيش حاجة اسمها كده ان قالولك تحليل الطبويد كويس بس البويضات صغيرة ده اسمه فرط وسوء استجابة فرط يعني العدد كثير والبويضات سيئة النوع وسيئة الحجم وهذه قواعد يعلمها القاصي والداني في هذه المهنة لكن لماذا لم يقولوا لحضرتك الحقيقة عليك سؤالهم وعليك متابعات حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى معنا اتصل تلفوني اخر تفضلي يا فندم وعليكم السلام اهلا بيك وحضرتك عمرك ما كشفت لان قالولك ده عادي وطبيعي ولما تتجوز ان شاء الله حتنتزم ولا يهمك بنات كتير كده وما تكشفيش سيبي عندك مرض وتمشي بيه استفحل أول ما تجوزت أول شهرين انتزمت بقيت تجيلي يوم واحد المهمة جاتلي أول شهر وتاني شهر لما جاتلي برضي يوم واحد رحت كشف المهمة كثفه وقالوا لها مفيش حاجة والدنيا كلها تمام كذب 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 وقف الصوت بعد اذنك كذب المرء الدورة مرآة الهرمونات الدورة مرآة الهرمونات طالما في خلل في الدورة في خلل في الهرمونات وهناك مرض ما كملي المهمة جاتلي يوم سبعة الشهر اللي هو للسفين ده ولحد الوقت برضي ما جاتلي وعملت اختبار حمله وما لقيتش آه عملت اختبار حمله ما لقيتش لحد يوم سبعة للسفين ده وما جاتلي يوم سبعة كب تجيلي انتزمت شهرين جاتلي يوم واحد بقى جاتلي يوم سبعة هو يا فندم لما نقول لي سيد حضرتك عندك دورة منتزمة تقول لي آخر شهرين انتزمت ده رد المصريات يا فندم احنا بنسأل على عمرك أنا في السنة دي يا دكتور جات مرتين منتظمة أيها عشر مرات مش منتظمة يبقى اسمها انتظمت آخر شهرين ولا اسمها أنا دورتي العادي بتاعها أنها مش منتظمة ولما جات شهرين وراء بعض جات كميتها ليلة جدا ونقطة وبقعة ولتكاد تسكر ويوم واحد مش هو ده الرد لكن حضراتكو دايما لأ حضرك اللي قلتي آخر دورتين اللي جات فيهم منتظمة جات يوم واحد ولا تقصد يوم واحد في الشهر والشهر اللي بعده يوم سبعة والشهر اللي بعده لحد يوم واحد الشهر اللي بعده مجاتش يعني متأخرة قد إيه أكيد ده عندك حاجة أكيد من وانت أنسة مش حاجة جدة النهاردة الحاجة درجتها زادت لكن مش أنا مش عندي مرض جنبارح تمام؟ ولا المرض ده جي يوم تمانية لأن الدورة كانت مفروض تيجي يوم سبعة الحقيقة دايما صادمة حضرتك أول ما تقيت تتكلمي قمت أنا موقف قلتلك آه اللي تعمل وانت أنسة سيكون تبعاته وكذا دي الدورة مش منتظمة مش مهم حتوديها لدكتور نسة وهي آنسة عيب آنسة في عيادة النسة ليه إن شاء الله؟ إيه العيب فيها؟ هم؟ هو العيب إن آنسة تروح تكشف في عيادة النسة لكن اللي مش عيب أن يترك مرض ليستفحل قديما قالوا ما عيبا للعيب وكل من نصحوك وشافوك وقالولك ده عادي وطبيعي وسبيها وإيه يعني والبنات كلها كده وإحنا كلنا كله كده كدبين وبالمناسبة حضرتك اللي حتترددي على عيادات الأطباء وحتروحي لعيادات الدكاترة تعودي تنتظر الدكتور وتصرفي فلوس وتسمعي كلام معظمه كذب وبعضه حقيقة وكلام الحقيقة حيوجع والناس اللي قالولك كده قاعدين في بيتهم بيتفرجوا على التلفزيون ونايمين ولا على بالهم فما قالوا عك عليكي بينما هم مخسروش حاجة من اللي قالوه تعم؟ وبالتالي اللي بيشير قربة مخرومة وبالتالي اللي شال قربة مخرومة واللي عنده مشكلة هو يسعى لأن محدش هيسعى لك لأن محدش هيبكي على حالك تمام؟ لأن محدش فيهم يوم ما تتأخري في الحمل هيجي وسندك ويوم ما واحدة بنفس هذه المواصفات والأحوال تسمع بعد ست تسع شهور من أهل جزهة كلام مع أن ما لهمش حق طبعا كلام مش حلو ومش ضريف ولما أنتوا عارفين أن عندها مشكلة ولما أنتوا عارفين أن الدورة بتاعتها متل أغبطة ولما أنتوا عارفين من وهي يا نسة ما قلتوش الكلام دا ليه؟ أنتوا كنتوا بتخدعونا ليه؟ للأسف ده مجتمع كله بيتنمر ببعضه فالناس اللي نصحوك دول مش حيجوا يدفعوا عنك عندما يقال هذا والناس اللي روحت له مقلولك انت عادي وطبيعي أن الدورة تتأخر ويسيبيها فالشهر اللي بعده عشان ربنا يثبتلك أمت الدورة بقى متأخرة قرب شهرين كل يتحمل وزرق الدورة هي مرآة الهرمونات نسمع الجملة دي تاني الدورة هي مرآة الهرمونات الدورة هي المراية اللي بتعكس الهرمونات فاللي عندها دورة منتظمة خلي بالكوا الجملة دي غالباً عندها هرمونات منتظمة وليس يقيناً تمام؟ دي انه أحياناً يبقى فيه خلل هرموني وخل هرموني ووضع توقع الدورة منتظمة أحياناً بس ده استثناء واللي عندها خلل في الدورة يقيناً عندها خلل في الهرمونات يقيناً عندها خلل في الهرمونات حيث الدورة مرآة الهرمونات تفضلوا تاني عليكم السلام اتفضلي اهلا بحضرتك شكر اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اتفضلي اهلا بحضرتك قبل شده ايه اهلا بقولي قلتلك ان كل حاجة عندي كويسة ودكتور قلب مني اعمل حق اني ولا اعمل منزار عدرتك كان يقول سيلي انه ما فيش تكلفة اعملي منزار وفيش فانا ورشت له الدكتور بالسالة عشان اعمل منزار ماشي بس انا دلوقتي اياه تريني انا طلبت مني يعملي تنصيح اول حاجة قال لي التنصيح ده مالوش نجاح ومش مهل مقبلي كده مظبوط فاندم نسبة نجاح وقليلة مظبوط يعني مش مهمة زي ما تذكر قال مظبوط فاندم قصة الحق هيتطفق عليه الناس هو ما قلناش انه وحش ولا مؤذي ولا انه لا يمكن يحصل منه حمل لكن نادر من السيدات اللي بتحمل عليه طيب لو سمحت لك المفتر المهمة عندي قال كي المبلب بيأثر على مخزون المبل عشان الدكتور ده ايوة طبعا طبعا بيأثر على المخزون لو اللي بيعمله ما بيعملش العملية صح لكن اللي بيعمل عملية صح ما بتأثرش على المخزون حضرتك معليش عشان السؤال ده انا بتسئله كتير اسمعيني كده وخلينا على الهوى نتناقش حضرتك بتنزلي الهدوم بتاعتك للمكواجي يكويها لا طب يعني جوزك بينزل الهدوم للمكواجي يكويها بتعرفي اي ناس بتنزل الهدوم للمكواجي اه بعمل حلو لو في مكواجي حرق الهدوم هل الناس تبطل تكوي تقول لأ المكوى دي حاجة عيب ووحشة وبطأ ونبطل نكوي ولا الناس تقول لأ ده العيب في الصنايع ده والصنعة بتاعته اه بس انا انا التؤالي بقى مش هو يا رفت التؤالي التؤالي ممكن تحتاج انا ممكن احتاج ولا ممنوع الكي اصلا لا يا فندم مش ممنوع ما انا بقول اهو كوي الهدوم يفيد الهدوم ويخلي شكلها حلو واحد نزل هدومه للمكواجي حرقها يبقى العيب في عملية في ان الناس بتكوي هدومها ولا في الصنايع ده وصنعته لا يا فندم الكي يقلل المخزون عندما شوفي بقى الله الدكتور بيقولي الكي يقلل المخزون لا حضراك لو سمحتم بتتجزأش الجملة الكي يقلل المخزون عندما يكون من يجري لا يجري بالقواعد الصحيح ايه القواعد الصحيحة؟ انه ده يجرى في حالات تكيوس المبايد اللي بيبقى المخزون عندهم عالي انه يجرى بالفور بالرول فور انه يعمل اربع تثقيبات كل ثقبه حوالي عمقه اربعة ميلي يستمر من اربع لست ثواني الواط بتاع الجهاز يبقى على اربعين واط لما يعمل ده يفيد جدا ولا يحدث منه اي ضرر ولا يؤثر على المخزون طب انا اعرف واحدة عملت العملية واثر على المخزون بتاعها لان الدكتور خلف القواعد اه تمام؟ يبقى انا ده دكتور بعد اذنك معلش اه انا ممكن اه انت افضل اه حقني وانت افضل النذار طيب اولا يعني هو ده حاضر اه وسؤال ثاني بعد اذنك اخذ سؤال يعني معلش اه في ليه السلفتي انا رفت عند الدكتور ده اه قادرا يعني لقيت واحدة عندها مخزون المديب واحد من عشر وقيت الدكتور قال لي انا هعمل لك اه ان شاء الله انا عملت مرة قبل كده ونجح اه يا فندم هو عمل مرة قبل كده ونجح لكن فيه مئة مليون واحدة عملوا على المخزون ده وما طلعوش بوعدات اساسة اه يعني هو ممكن يحصل اه وممكن لا 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 ثانية ثانية واحدة الاغلب لا نادر اه اه نادر شوف الرد الرد اهو حاضرينك قمت ايقلي ممكن يحصل اه قمت انا ايقلك الاغلب لا نادر اه اه واضح الجمل؟ اه واضح الجمل فالدكتور مرة عمل لوحدة ونجحت ايوا وهو اخفى بقيت الجملة ان فيه مئة مليون واحدة على مستوى العالم بنفس الرقم ده وفشلت والقعدة عندنا في الطب ان الطب مبني على الاحصى بتقول القاتي الاستثناء يؤكد القعدة ولا ينفيه يعني ايه؟ يعني لما انا اعمل وحدة من مئة حالة فتنجح ده استثناء لا يبنى عليه فلازم اقول كده ان هذا شيء نادر ونادر جدا ولا يحدث الا في واحد في المية وقدرا كانت هذه السيدة الواحد لكن الاغلب لما حنعمل الستات حيبهم التسعة وتسعين فالدكتور قال لها هي قال لها ليه عايزة تسمعه قال لها يا سلام ووارد والتحليل ده حلو وما يمنعش وتعالي ونعمل وانا مرة عملت الواحدة زي كده وحملت فاتقم بسيقول له وكام واحدة عملت لها والتحليل ده ما حملتش فحيسكت 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 بس انا هتكلم اللي تحليلها واحد في المية من المخزون جاي استحمى الحمل طبيعي بمنتهى السهولة بكرة لان الحمل هب من الله يهبه لمن يشاء وقت ما يشاء علمه وقدرته فوق علمه وقدرة الاطباء لكن المتعارف عليه اللي اللي مخزونها كده لو راحت تعمل حقن مجهري فلن تنتج بويضات واذا انتجت هيكون معظمهم اكياس فارغة واذا تسحب منها هتكون بويضات غير صالحة للتخصيب ونادرا ما ستنتج بويضة صالحة للتخصيب وما اقوله هو مدعما بكل العلم وبكل الاسانيد وبكل الابحاث وبكل الاحصائيات لكن من وسط دول هيحصل استثناء ان واحدة هتطلع بويضة او اتنين وجيدين ويتم تخصبهم اما بقى مين تعمل منظر ومين تعمل حقن مجهري ده كلام شرحه يطول لان احنا كده بنخش فيه اعماق هذه المهنة في العادي عشان اقول كلام عام اما هناك ميزان بين الاتنين اعمل منظر ولا اعمل حقن مجهري فيه حالات تأخر الحمل مجهول السبب تأخر الحمل مجهول السبب لازم الاول تكون الست دخلت تحت مظلت تأخر حمل مجهول السبب بجودة يعني ايه يعني فعلا هي كده وتم استنفاذ السبل وتم عمل التحليل تقول لي انا اقول لي انت عندك تأخر حمل مجهول السبب بقى لي سبع سين وعملها تحليل هرمون لابن فيطلع مية فمحدش عمله مجهول السبب ايه ما هو معلوم السبب هو بس لو حد عمل تيجي سدت والدة بقيسرية وتقول لي عند تأخر حمل مجهول السبب محدش عمل لها اشعب السبب نعمل اشعب السبب محاولات فاذا لم يحدث نروح نعمل حقن مجهري كل ما يبقى العكس مدة الزواج طويلة وعدم حدوث حمل مدة طويلة وسنها كبير والمخزون قليل يبقى اللجوء الحقن المجهري هو اللي كفته ارجح بقول كفته لان الاتنين ينفعوا بس مين ارجح فاللي تبقى سنها 24 سنة ومخزونها من البويضات جيد واحد قال لها انت عندك تأخر حمل وجهول السبب وقالت ان اخترت اعمل حقن مجهري مش عامل منظار اقول غلط لا مش غلط طريقة رقم خمسة هي بديتها وخلتها الطريقة رقم ثلاثة ممال كام هل معنا اتصالات اخرى تفضله استاذ عبدالله تفضل يا استاذ ناخد اسماء هو النهاردة كله اسماء ده شيء جميل اهلا بحضرتك يا فندم يا دكتور انا كنت بردع وقيت يعني اعملت اختبار لقيت في حامل كويس وبعدين اروحت كشفت تلاح حامل تلات شهور عظيم وحضرتك ما كنتيش داريا بيل انك تتدورى وما بتجيش كنت بتردعي انا كنت مرضي بتكيس يا دكتور كويس ده مش اجابة على سؤالي حرجع اسأل حضرتك تاني حضرتك ما كنتيش انك حامل لان الدورة ما كانتش بتيجي وانت بتردعي لا كانت علامات كده كل فين وفين علامات بنية وما حدش قالك ان الدورة وعدم نزولها وانت بتردعي ما تقول عنه الستات المصريات انها بتردع نظيف ان ده لا يمنح حمل عكس ما الستات اللي فعلتك وامك وخالتك وعمتك بيقولوا فاللي بتردع نظيف ممكن تحمل على نظيف لا يا ده محدش فهمك الكلام ده مع ان الدكاترة بيطلعوا في كل يوم وكل ساعة وديني بقوله هو ان الرضاعة لا تكفي وسيلة لمنع الحمل حتى لو ما كانش بتيجي معاها دورة السؤال ايه بقى قبل الخناء اللي عندك دي ما توصل ما تعالى عن كده اللي بتردع نظيف بتحمل على نظيف واللي عايزة تمنع الحمل لازم تستخدم وسيلة لمنع الحمل والرضاعة ليست وسيلة ناجحة ولا اكيدة لمنع الحمل حتى لو كانت الرضاعة لا يحدث معها دورة واللي بتردع نظيف هتحمل على نظيف وانا كنت مريض التكيس يا دكتور وخدت علاج عشان يحصل حمل وتعبت قوي عشان يحصل حمل فقلت طبعا انا وزوجي قعدنا قفتينة في الطب وقمنا قايلين لا 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 حيحصل حمل ازاي ده انا اعتقابنا جدا انا ما يحصل حمل وخدنا علاج فنمنع الحمل ليه وناخد ما نعلي الحمل ليه والوقتي حصل حمل وانا لسه بردعه اعمل ايه هتعملي القاتي هتكملي متابعة الحمل والحمل بعد حمل سابق وولادة وارضاعة حيسحب من صحتك ومخزونك ومجهودك وحتعجزي بدري وانت عمرك تلاتين سنة حيبقى عمرك زي اللي عمرها ستين سنة وحتقولي ايه ضهري اللي بيوجعك من دلوقتي وايه رجلي اللي مش قادر اشيلهم و ما تبقيش بقى تبديقي لما يبقى عمرك اتنين وثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين سنة وأدائك والناس وجوزك يتعاملوا معاك على انه على انك حجة عمرها حجة وخمسين سنة تفضل يا استاذ وعليكم وعليكم السلام انا حضرتك محمد كنت عندي حضرتك متابع باسم مدام نجوة من سهاج تفضل حضرتك انا مراتي كانت اخذ حقا للتفجير اللي هي حولتين عشر تلاف اخر مرة تمام واخر حاجة اخذت اللي هو دوفاستون تمام وتوصلت لحضرتك مع الايادة فقالوا لي انه لازم تاخد كان عنده حصل انتفاق بالمبارح عندها قالوا لي من اول مبارح انتفاق فقداني دي سفل تيل تمام لعلاج حالات الانتفاق والشعور بالامتلاء فعندها الم في ناحية المبايد كده في منطقة المبايد يا استاذ محمد يا استاذ محمد واحد لما تيجي الست تشتكي تقوم حضرتك تمسكها التليفون بدل ما هي مسكة ودن حضرتك وعمالة تنقلك الكلام تمام لان الستات دايما كده دكاترة دكاترة النساء يلاقوا الرجل بيتكلم حضرتك يا دكتور حضرتك اسمعوني من خلال التليفزيون عشان المرة الالف اللي نقولي الكلام ده ان مريضات العيادة عليهم التواصل مع العيادة لان ليهم ملف هناك لان انا معرفش مين ده وحالتها ايه والانتفاق اللي بيحصل للسيدات بعد اغد حؤن التنشيط وارد لكنه قد يقول ان حصل انتفاق والتضخم في المبايد وهو ما نقول عليه ان ده فرط استجابة ومن الدرجة الاولى والانتفاق ده بياخدله تقريبا فترة اسبوع ثم بيقل بالتدريج فبعد الانتظار حوالي اسبوع 10 تيام من بداية الانتفاق الاتصال ليس هنا على الاطلاق ولكن بالمكان اللي في ملف الحضرتك عشان نقدر نفيد حضرتك تفضلي يا ايمان ازيك يا ضبط اهلا بيك انا عندي 39 سنة والدورة كل مستيجي بتيجي على 42 يوم 39 يوم عملت هرمون البوايضات طلع 8 و 1 من 10 يعني ايه هرمون البوايضات اللي هو ايه اللي هو مغزون البوايضات طلع 8 صحيح و 1 من 10 ايه ايه طيب وقالوا لحضرتك ايه على التحليل ده يعني اللي شافه قال ايه هو مهم جدا ان لما تبقى واحدة عمرها 35 سنة وبتسع الحملة وعندها مشاكل في الدورة نعمل تحليل مغزون الموبيض بس مهم جدا نقول الحقيقة ونقول اجابة لان لو كان التحليل كما تقولين 8 و 1 من 10 فهذا يشير الى تكاوس موبايد من درجة شديدة جدا و من الصعب استجابتها لعلاج دوائي اذا كانت السيدة دي التاسعة لحدوث حمل فالرقم بتاع تحليل المغزون ده رقم له دلالات عديدة بس لما نطلب تحليل لازم نبص فيه وما نقولش المريضة كويس هو ده تحليل ايه يا دكتور كذا طب انا عملته النتيجة دي تعني ايه تعني ان حضرتك عندك كذا وده سيؤثر على ايه على علاجي هنعمل واحد اثنين ثلاثة فالتحليل اللي حضرتك بتقوليه لو كان التحليل صحيح يعني ايه لو كان التحليل صحيح يعني حضرتك نفاقت الرقم مزبوط وكان معمول في معمل كويس وغير مشكوك فيه واكيد فهذا التحليل يشير الى تكاوس موبايد من درجة شديدة وان الدورة بتيجي كل اتنين واربعين يوم ده انجاز مع التحليل ده لان التحليل ده اذا كان صحيحا وحقيقيا فالمفروض دورة تيه كل شهرين شهرين وي او اكتر لانه يشير الى درجة متقدمة من مرض وخلل في الهرمونات معانا تصل تليفوني اخر تفضلوا علو ايوه ايوه دكتور انا عالية سنين جاوزة ايوه ومحصلش حالي ربنا يراضيكي وفي خلال الست سنين دول زوجك معاك يقول الفترة دي ايوه وكشفتي كشفت ورح اجلولي لازم يعني هرمون التكييسات عالي وعناس منظار ورح اجللي لازم يعني اتخصي مع الا حل يعني اللي التخصي وخصيت بص يا بادرام اسماء ثانية واحدة بس ثانية واحدة حسيبك تكملي حالك الكلام الحضرين قلت له ده كلام هايل عندي تأخر حمل الفترة طويلة لان عندي تكييسات من درجة شديدة عملوه تحليل هرمونات لا الهرمونات من الاخبطة او التكييسات من درجة عالية زي السيدة اللي كانت بتصوى تقول المخزون بتاعي ثمانية فقالولي الحالة دي محتاجة تعمل لها منظار ده كلام جميل تمام المنظار ده مفيد جدا اذا كان يسبقه انك تخصي وتزبطي الهرمونات بتاعتك لكن بعد المنظار قالولي خصي النتيجة صفر كملي بقى بعد اذنك هو قالولي ادي قدام المنظار يعني خصي نعملك المنظار عشان تعه عشان يعني يكون عشان نخدمنا يعني يا مدام المنظار المنظار مفيد جدا في الناس اللي عندها تكييس موبايد من درجة جديدة بعد 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 ما يخصوا يزبطوا الهرمونات ايوه بعدين رحت خسات ورحت بطورة انتظم ثلاثة شهور جات ثلاثة شهور واربعات ايوه انا معاك وبعدين بعد ما جات ثلاثة شهور واربعات رحت جسم الشهر اللي فات ثلاثة شهر ايوه بس يعني ما حصلش حام كل ما يعني خصيت جابت كده وبرت انتظمت معاي اربع شهور ورحت الوازن يعني رجحت ورحت ايوه طيب هو المنزار حضرك عاملاه بقالك اديه طيب حضرتك نقصه كده من تاريخك يعني لو حد قال حضرتك تاني انت محتاجة تعملي منزار ما تجاوبيش عليه رد المصر الشهير ما عملته هو المنزار مش حاجة تتعمل المهم انه يبقى موكدي عشان المنزار ده يبقى موكدي لازم حضرتك تخصي قابله وهرموناتك تتضبط قابله والمنزار يتعمل والمنزار يتعمل وجدوية تستمر ست لتمن شهور بعده ما انا بص ما استمرت اشترت شهوري عن علاج اشخدت جيت يدينا منشطات يعني كتيرة ورحت تتات منها ووجفت تعبت منها ووجفت يعني تعبت منها ووجفت يعني حضرتك فكرة او حد قالك ان المبيض بتاعك ده هيشتغل من غير منشطات هو اجل لازم تخصي لا حضرتك جاوبي على سؤالي بعد اذنك ما هو لازم تخص دي لازم وكان قابل المنزار انا بسألك اوه حد قالك مبيضك ده ممكن يشتغل من غير منشطات جاوبي قوليلي ايوة قالولي عندك طبويت كويس جدا غير منشطات او قالولي حتما انتخذي منشطات مغير منشطات مغير منشطات يعني ما قالوا ليش ان البعيدة يعني المبايدة يعني البعيدة كبرت الا لما كنت ناخد المنشطات يبقى الاجابة بس الاجابة عشان تبقى اجابة واضحة حد قال لحضرك المبيض ده هيشتغل من غير منشطات لا دكتور هو ما بيشتغلش اللبه منشطات صح لا هو جلح لو نزل الوزن حتى تشتغل يا مدام يا مدام سيبك من لو حضرتك بيحصل لك تبويض من غير منشطات ردي علي اقولي اه لأ لا مبيحصلش تبويض من غير منشطات صح ام حضرتك قلت ايه تعبت من منشطات وقفتها طب ما مش هيبقى فيه تبويض ما انا طب ما هو جالي الليلة ما ينزل الوزن ورجيت طب هنبقى ناخد في المنشطات وما قدرتش قلتها بقى يعني هنا عشان يعني كانت ونشطات كانت يعني كلها حض يعني ندهالة كلها حجر تفجير ما دا نشع وكلهم طيب حاضر انا حشرح لحضرتك اللي بنقوله الف مرة اسمعيني كده بعد ذلك مرض تكيّس المبايد مرض مزمن مرض لا يشفى ده مش دور برد ده مش نازلة شعبية ده مش عندي مغس كلوي حاجة هتستمر يومين او اسبوعين او شهرين وتروح حضرتك اسمك مثلا اسماء ام اسماء هتفضل اسماء اللي عندها تكيّس مبايد هذا المرض يتغير درجته وشدته لكنه لا ينتهي زي ما واحدة اتصرت وقالت انا كنت مريض التكيّس وحملته ولدته وردعت الحمل والولاده وردعت قد يقلل من درجة التكيّس في السيدات اللي بتحفظ على وزنها فممكن بعدك يحصل حمل بسهولة زي ما حصلها كده دوارد لكن تكيّس المبايد مرض ايه مزمن لا يشفى ولا ينتهي العمر كله تتغير درجته عندك تكيّس مبايد من درجة شديدة كان مطلوبا ان يتقل لحضرتك كل اللي يتقل لحضرتك صحيح لكن ترتيباته غير صحيحة فاتعمل لحضرتك كده طلعت بعمارة بالدور التالت من غير اساس وبعدين حد حطت الاساس وما بناشت الدور الاولاني وبعدين رحت الحد تاني فبنات الدور التاني من غير الاساس كان مطلوبا فقد الوزن كلمة خسي معناها ان التفقدي وزن توصلي الوزن كده وتحافظي عليه في واحدة تقولك نزلت خمسة كيلو ايوه وطلعتهم الشهر اللي بعده جميل طب ده اسمه فقد وزن ما اسمه فقد وزن الهرمونات بطيقة الحركة احنا بنفقد وزن عشان الهرمونات تتحسن لما نقول لحضرتك مطلوب وزنك يوصل لخمسة وسبعين كيلو فلما توصلي الوزن خمسة وسبعين كيلو وتحافظي عليه وتستمري على نفس الوزن ده شهرين ثلاثة تقوم تبتدي تبتدي الهرمونات تتحرك وتنضبط تيجي واحد تقولك انا خسيت بقى لي خمسة شهور وعملت التحليل لقيتها زي ما هي ايوه بس الدورة تتدي بقى فيه تأثير ايجابي فهم بقى ايه بيرادوك يقولك لو خستي على فكرة ايه حصل طبويب طب ما انت ما بتخسيش رظيم هو حد قالي انه لما تخسي مش هيحصل طبويب لما تخسي حيستجيب المبيض احسن بس احضرك خسي كان مفروض فقد الوزن ثم ضبط الهرمونات ثم عمل منزار لكن انا اعمل منزار وبعد المنزار قاله ايه على فكرة بقي خسي طب ما كنتش خسيت فقمت سايب المنشطات عشان اخس فعلى ما خسيت عدى تلات اربع شهور فراح التأثير الايجابي للمنزار فبعد ما خسيت قعدت الدورة منتظمة تلات اربع شهور وانا كنت سيبت المنشطات لان خدت المنشطات بصوا الترتيب عملت المنزار خدت المنشطات بعدها ما ما كانش فيه استجابة كويسة لان ما كنتش خسيت فقالوى على فكرة لو خسيت هيحصل استجابة كويسة فقمت سايب المنشطات وابتدت اخس فخسيت فالدورة انتظمت ثلاث شهور عظيم اللي بعد وقى راح اصر المنزار فلت مني لانه تأثيره في ست تسع شهور فلاقيت الدورة بتدت تلغبت تاني والطبوي دي بتدى يبقى ضعيف تاني فزهقت فياقست فاكتأبت فزيت فاطلغبطت فزيت فاتأخرت فخسيت ثلاثة اربعة كيلو فانتظمت شهور فزيت فاطلغبطت لازم القرار يجب ان يكون صحيحا فيه فحوى يعني القرار يبقى صحيح وتوقيته يعني كلمة خسي ده كلمة صحيحة بس توقيتها يعني امرأة واحد في خطوات العلاج هي قبل المنزار لكن خسي بعد المنزار اه كلام حلو وجميل وممتاز غير مجدي وبالتالي حضرتك نقطة ومن اول السطر حنعيد الموضوع من اوله حضرتك عندك تكايوس وبايد من درجة شديدة وهيحتاج لمعاملات خاصة وفقد الوزن شيء اساسي قبل اي تدخل والحالات الشديدة قد تحتاج لعمل منزار ما عملته غير مجدي لانه تعمل قبل مفقد وزنه وغير مجدي لان التأثيره انتهى المنزار ده شحنة حضرتك شحنت الشحنة وفضيت خلاص تمام؟ فالان ما بقاش في شحنة فالان يجب شحن ده فالان يجب اخذ خطوات صحيحة للتعامل وتكايوس المبايد خلال هرموني لا يشفى is no cure هو مرض بلا شفاء هو مرض من الامراض المزمنة يسري عليه ما يسري على مرض السكر لان بينهم علاقة وثيقة فمريضات تكايوس المبايد جالهم تكايوس المبايد لانه عندهن استعداد وراسي الاصابة بالسكر وفي مرضات تكايوس المبايد في الطريق الاصابة بالسكر وما يسري على السكر يسري على التكايوس فالسكر لا يشفى والتكايوس لا يشفى والسكر ينضبط فقط والتكايوس ينضبط فقط والسكر يجب اخذ نظام غذائي وفقد الوزن واخذ الدواء اللي اسمه الميتفورمين وهذا يسري تماما على مرض تكايوس المبايد ولما نعمل الثلاث حاجات دول تبتدي الهرمونات تنضبط ولما الهرمونات تنضبط لازم اخذ تنشيط للطبويد ولما اخذ تنشيط الطبويد الاستجابة بتبقى متدرجة يعني مفيش استجابة ثم استجابة بسيطة ثم تتحسن ثم تزيد وبعض الحالات قد تحتاج لعمل منظار عشان نخش في اطار الاستجابة ده اساسا متعكم الله بالصحة والعافية مصر من اكثر دول العالم المبتلاة بتكايوس المبايد وانا يعني بقول ده وعارف بقول ايه ومنطقة الشرق الاوسط ومنطقة شرق المتوسط والمنطقة العربية من اعلى المناطق اصابة بهذا المرض لان له استعداد جيني ووراثي فرغم عن ان الولايات المتحدة الامريكية نسبة السمنة فيها وزيادة الوزن اعلى من منطقة شرق المتوسط لكن استعدادهم الجيني لاصابة بتكايوس المبايد مش عالي فالمرض لا يمثل اكتر من عشرة في المية من عموم السيدات هناك بينما في منطقتنا العربية الارقام تتحدث عن عشرين وفي بعض المناطق وفي بعض الدول نزيد عن تلاتين في المية من السيدات مصابات بمرض تكايوس المبايد هذا هو صحيح العلم الذي نحرص دائما عليه كل السيدات وكل الانسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جيني وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجي لكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشت خير